اهلا بكم مشاهدين الكرام وتغطية المسائية لانتخابات الرئاسة التونسية مستمرة نفتح نافذة نتابع من خلالها تفاعل الشارع التونسي مع الانتخابات ونلتقي الليلة في حوار مباشر مع احد المرشحين في السباق إلى قصر قرطاج احد الوجوه السياسية البارزة قضى في سجون بن علي ثلاث سنوات بتهمة نشر مقالات ينتقط فيها رأس النظام وبعد الثورة تم بالدفاع عن حرية الاعلام ثم تولى منصب وزير الدولة المكلف بالاصلاح الاداري في حكومة حماد الاجبالي اسس حزب الطيار الديمقراطي في 2013 واليوم يخوض غمار السباق إلى قصر قرطاج التقرير التالي يلقي مزيدا من الضوء على السيرة الذاتية للسيد محمد عبو المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وينضم إلينا الآن عبر الأخمار الاصطناعية من تونس المرشح الرئاسية سيد محمد عبو رحبك معنا سيد محمد ودعني أبدأ بسؤال استفتاحي لهذا اللقاء لماذا ترشحت لرئاسة الجمهورية في تونس؟ شكرا سيدي هو على كل حال التذكير بعد بضع ساعات فقط ستنطلق الحملة الانتخابية في تونس وساعتها طبعا يمكن أن نقوم بدور دعائي ونقدم برامجنا إلى خيرين ما يعنينا طبعا الآن هو أني تقدمت كما تقدم 26 من التونسيين للانتخابة الرئاسية كل يطمح لهذا المنصب ليقدم مشروع معين أو لتحقيق غاية معينة ما يعنيني طبعا هو أن تونس تحتاج إلى تغيير للسيد نحو الأفضل وفي هذا الإطار فقط أستطيع أن أقول أني ترشحت وأتصور أني قد أتمكن من أقناع معنها الأغلبية ببرنامجي وبصدقي وبجدية هذا ما سأقوم به بداية من الغد يعني بداية من انتلاق الحملة الانتخابية سيد محمد البعض يقول ما الفارق بين محمد عبد والمنصف المرزوخي أنت في يوم من الأيام كنت أمين عام للحزب الذي ترأسه السيد المنصف المرزوخي المرشح الرئاسي أيضا فالسؤال هنا يعني ما الفارق الآن أنا كمواطن تونسي أريد أن أختار من هذا الطيار يعني ما الذي يحدد الفارق الآن بين محمد عبد والمنصف المرزوخي وآخرين أيضا من هذا الطيار طيب سيد موصف المرزوخي كان رئيس حزبي في السابق وقد دعمته في انتخابية 2014 هذه المرة أرى أن هناك تغييرات يجب أن تحدث في تونس أعتقد أني أستطيع أن أقود هذه التغييرات الأمر ليس بسهل في تونس ليس مستحيل أن يقع أصلاحها بشكل ملاسب ولكن ليس أيضا بالأمر الهيئي لابد من عمل جدي لابد من بعض الخصائص أعتقد أنها تتوفر فيه على هذا الأساس تقدمت قلت سابقا لو أن هناك مرشح يمكن أن يحقق 80% مما أتمح إليه فما كنت ليترشح على كل حال يبقى سيد موسف مزوقي مرشح محترم وله حدوده وتقدمه على كل حال كمترشح وسيختار تونسيون من هو الأفضل إذا كنتم تقدمون المبدأ والفكرة على الأشخاص لماذا لم تجلسوا مع بعضكم البعض وتتفقوا على مرشح واحد ليمثل هذا الطيار يمثل الثورة يمثل فكرة مقاومة الفساد في تونس صديقي سيدي أنا لا أشاطرك الرأي في التقسيم تغير منذ بضعة سلوات حقيقة الأمر تغير التقسيم تقسيم اليوم من هو في خط المصار الديمقراطي ومن هو ضده من هو في خط المصار الديمقراطي هو الذي يقاوم الفساد هو الذي يقاوم الإسداد هو الذي يسعى من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والشماعية لتونس المسألة ليست مسألة من هو مع الثورة في علاءة لقيا طبعا نحن مع أهداف الثورة قبل أن نتحدث عن الثورة بحد ذاتها وكل شخص يرى أنه ربما يمثلها أو يستطيع أن يحقق هذه الأهداف لو أعتقدت كما قلت أن هناك من يستطيع أن يحقق هذه الأهداف بشكل جدي لما كنت ترشحت هذا أكيد ومؤكد ولن أطلب من غير أن يتراجع أو يتنازل وإنما ما كنت أصلا لأترشح يعني الفكرة لم تكن مطروحة فكرة أن يتجمع عدد من المرشحين الذين يمثلون بشكل أو بآخر طيار واحد ويتفقون على مرشح واحد فيما بينهم هذه الفكرة من الأساس لم تكن مطروحة سيد عبد ترحت كثير من الأفكار سيدي بقيت كثير من الأشكاليات من قبيل تعريف ما هو هذا الطيار الواحد سيدي هناك اختلافات في وجهة النظر كل إنسان حر في رأيه لو لم يكن هناك اختلافات في وجهة النظر لما كنت مرشحا هذا ما أسره على تأكيده لكن لن يتراجع محمد عبد عن الترشح لرئاسة الجمهورية لن ينسحف في لحظة من اللحظات خلال الأيام القليلة المتبقية من عمر الحملة حتى سيد موسف مرزوقي أيضا حتى سيد موسف مرزوقي يبدو أنه لن يسحب ترشحه ويصر على ترشحه وهذا حقه ومن المفروض أن يدافع عن حقه فيما يتعلق به نقدم تصور معين للسلطة للدولة لو كان هناك من يمثله لما كنت ترشحه ليس الآن وضع يسمح بالحديث عن انسحابات وإنما في نهاية الأمر لا بد من تحقيق تغيير في تونس فتونس جرب السيد موسف مرزوقي حاكمها سبقا طبعا نحن دفعنا عنه على أساس أنه أحسن من غيره هذا لا شك في ذلك على أساس أنه لا ينقلب على الدسور هذا لا شك في ذلك ولكن عندما يتعلق الأمر بضرورة بمرحلة معينة يجب أن تتغير فتونس إلى الأمام إلى الأفضل ففي تصوري أستطيع أن أقوم بهذا الدور على أحسن واجهة لو أنت خبني تونسيون طيب يعني فقط زيادة في التأكيد أنت لن تنسحب أبدا من هذه من حملة الرئاسة وتقول أيضا أن المنصف المرزوقي ليس في نياتي وانت صحفي محترف سأغير لك سيدي وانت صحفي محترف في قناة يعني أحترمها جدا وبالنظر لما دورها قبل الثورة قابلت أن أشارك فيها الليلة يعني قبل الحملة الانتخابية السؤال يجب أن يطرح ألن تتنازل أنت أو سيد موصف مرزوقي أما أنت أسأل السؤال مرتين هل تتنازل أنت لا لا أعفو أنا لا أسأل السؤال مرتين فقط أؤكد على المعلومة لأنني أرى أنها مهمة سيدي جدا قادمة الجزيرة التي فتحت لي بابها قبل الثورة في الزمن الصعب ولن أنسى لها ذلك فيما يخص رؤية سيد محمد عبولي الكثير من القضايا ما هي القضية الأولى بالاهتمام من وجهة نظركم إذا وصلتم إلى قصر قرطاج القضية الأولى بالاهتمام اليوم هو التخلص من حالة العبثية من حالة الفساد المستشري خاصة في الطبقة السياسية مسألة التمويل الذي يأتي من الخارج سوى من دول خالجية أو غيرها مسألة العلاقات المشبوهة ببعض المرقز النفوذ الداخلية في تونس يعني المرتبطة أساسا بالفساد لا بد من القطع ما هذا الأمر يعني أنا قلت لدى رئيس الجمهورية كثير من المهام من بينها هو حماية منه للأمن القوم الذي هو مسؤول عنه رقم واحد فإنه من المفروض أن ينهي هذا الوضع السيء جدا الذي يجد فيه التونسيون أن من يحكمهم أشخاص مرتبطون بمصالح أجنبية وبفاسدين هذا طبعا يضر وقد أضر جدا بمصلحة الشعب التونسي ويجب القطع معه لهذا ترشحت ولهذا أعتقد أن علي أن أواصل هذا الدور وأقناع أكثر ما يمكن بالتونسيين مقتنعا بأنه عندما نتخلص كخطوة أولى من هذا النوع من الفساد فسيفتح الباب لتونس للسير نحو سبل التقدم يعني أنا تابعت لك الكثير من الحوارات الصحفية والإعلامية بالفعل أنت تتحدث عن فكرة مقاومات ومكافحة الفساد في تونس بشكل كبير لكن هل هناك ستكون إجراءات عملية من قبلكم إذا وصلتم إلى قصر قرطاج في هذا السياق سيد عبد أذكر سيدي بأن الدستور التونسي يجب أن ينتبه إليه الجميع يعني لديه خصوصية فيما يتعلق بسلاحية رئيس الجمهورية هو الحقيقة لابد من قول رئيس الجمهورية ليس هو رجل الذي يسير الدولة يومين التسير اليوم يخضع لرئيس الحكومة لا لرئيس الجمهورية لذلك قلت وأكرر منذ بداية الحديث على الترشح أني في صورة انتخابي طبعا كرئيس جمهورية أول ما أسعى إليه هو أن يكون هناك وفاق بيني وبين رئيس الحكومة وتوجه واحد في اتجاه احترام دصور البلاد مقاومة الفساد فرض القوانين على الجميع عدم تدخل في سلطة القضاء تنفيذ قرارات القضاء يعني جملة من التصورات هذا مهم التصور الأساسي هو أن الحكومة هي من سيقوم بهذا الدور رئيس جمهورية لقد الله إذا الحكومة لم تقم بدورها ساعتها طبعا سيتدخل باعتباره سهل على احترام دصور باعتباره أيضا مسؤول على الأمن القومي وعلى تحديد سياساتي العامة ويرأس مجلس الأمن القومي طبعة الأشياء أنه ساعتها سيتدخل حماية منه الأمن القومي أذكر أن الفساد والمساس بالأمن القومي شيئاني متقارباني جدا وهذا ما ستثبت الأبحاث في يوم الماء لا شك في ذلك كانت لك انتقادات قبل ذلك لحركة النهضة لنداء تونس حتى أنك ذكرت في حوار صحفي أنك لن تتحالف معهم بشكل أو باخر في يوم من الأيام طيب إذا وصلت إلى قصر قرطاج ووصل إلى رأس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية على رأس الوزارة أحد من النهضة ماذا أنت فاعل في هذه الحالة كيفية التعامل يجب تميز بين أمرين أنا لي صفة أمين عام لحزب الطيار الديمقراطي حزب الطيار الديمقراطي توجهه واضح يعرف جيدا وضع بقية الأحزاب لا تحركوا لديولوجيا لا حقد على زيد والعمر طبعا هذا لا شك فيه لا نحقد على النهضة مثلا لاعتبرات ديولوجيا ولا نحقد عليه أطلاقا ولكن وعارضه أنا أعتقد أنها غير قابلة الأسلاح في هذه السنوات عندما تتغير ربما قيادتها ربما يأتي جيل آخر أو أشخاص آخرون وتتغير فهم جزء من الأبناء وطني لا نعاديهم لأفكارهم نعاديهم لما يفعلونه وما فعلوه تيلة سنوات الفارتة وكذلك الأمر فيما يتعلق بنيداء تونس هذا موقف الطيار الديمقراطي كحزب يترشحه للانتخابات التشريعية ويطمح للفوز بالمرتبة الأولى وتشكيل الحكومة أما فيما يتعلق بمحمد عبو وإن كان مرشح الطيار الديمقراطي وأيضا مرشح أطراف أخرى أو أشخاص مستقلين آخرين غير الطيار الديمقراطي فهو يفهم ويفهم جيدا أن رئيس جمهوريه هو رئيس كل تونسيين وعندما يقع انتخاب شخص في الانتخابات الرئاسية فأول ما يفعله هو أن يتخلى عن مسؤولاته في حزبه ويصبح رئيس لكل تونسيين وطبعا من اختاره التونسيون معناها ليكون رئيس حكومة سيرحب به وسيعمل معه مهما كان لونه السياسي ومهما كانت توجهات ومهما كانت الخلافات السابقة ما الذي تأخذه على حزب أو على حركة النهضة أنت تقول لنا لديم إشكاليات كثيرة حتى بعيدا عن بعض عن الأيديولوجيا يعني طبعا المسألة الديولوجية فيها كثير من المبارغة مشكلة النهضة طبعا هي المسألة تتعلق بالحكمة تتعلق بفرض القوانين هي ليست في هذا التوجه المسألة المتعلقة بالفساد أيضا هناك كثير من الشبهات في موضوع التمويل النهضة لا تريد أن تذهب إلى الشفافية لا تريد أن تلتزم بالقوانين يعني تغالط الناس في هذا الجانب طبعا هذا يزعجني في حقيقة الأمر لأني لا أتصور بلدا يتطوره بحكام لا يحترمون مبادئ قانونية معينة ولا يحترمون مبادئ الشفافية ولا يعملون في اتجاه مقاومة الفساد هذا الأمر أيضا ينتبق على سيد يوسف الشهد وينتبق على كثير من الأحزاب وينتبق على كل حال على كل مشتقات ندى تونس التي هي في حقيقة الأمر ليست مختلفة عندما نقضي على هذا التصيب الموجود لدى الأحزاب السياسية والسياسيين ويلتزم جميعهم بالقانون سيكون وضعنا أفضل بكثير بعض المترشحين انتقدوا المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء الحالي يوسف الشهد وقال أن هناك ما يجبه استخدام لأدوات الدولة في الحملة الانتخابية تتفق مع هذا الطرح سيد عبو أم لا هو ما استعمل أدوات الدولة في الحملة الانتخابية هذا أسلوب سيد يوسف الشهد سيد يوسف الشهد يعني من المصررين إصرارا كبيرا على أن يكون رئيس وفي ذلك هو مستعد لكل سبل طبعا من حق كل شخص يترشح أن تكون مهمة جدا مسألة الترشح للرئاسية ولكن سيد يوسف الشهد من المرشحين الذين تبدو أن الرئاسية بالنسبة له قضية حياة وموت فلذلك يعمد لكل الأسليب المقبولة وغير المقبولة وقد لاحظنا في كثير من الحالات أنه استعمل سفاته كرئيس حكومة يعني لكسب أنصار إلى خير وللتأثير أيضا في بعض الممولين حتى يقع تمويله وإلى الآن لا نعرف شيئا عن حسابات سيد يوسف الشهد عفوا وعلى كل حال غدا نحن كطير ديمقراطي سنحرجهم بداية من معانا تلاق الحملة يوميا ستنشر أو يومين أو ربما في يومين كل يوم أو كل يومين سننشر حساباتنا وكل تطورات فيما يتعلق بما داخلنا يشتبه في أنها تتلقى أموال تتجاوز كثيرا السقف الانتخابي السيد يوسف الشهد مثلا كان الأمس في فرنسا أسأله سؤال كم أنفقت في فرنسا ربما يكون قد تجاوز حسابا معين أو ربما تجاوز مبلغ معين لا يمكنه أن يتجاوزه لماذا لا تتقدم بطلب التحقيق للهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس في ما ترونه أمور غير قانونية في هذا السياق سيد عبد بالنسبة للهيئة نحن ليست هذه أول انتخابات في تونس منذ سنة 2011 خبرنا هذه المسألة الهيئة في معظم الحالات تقوم بدورها طبعا هي انتدأت أكثر موظفين إلى آخره ولكن في معظم الحالات لن تجد أدل طبعا نحن ندفع في تجاه أن يقوم المجتمع المدني والصحافة أيضا بدورها ومتابعة نفقات مختلف المرشحين من هذه النفقات يمكن أن نعرف تقريبا الحجم التبرعات التي حصلت عليها ونحدد لاحقا هل أنها كانت متابقة للقانون وفي حد السقف الانتخابي أم لا هذا طبعا سنقوم به جميعا وفي نفس الوقت طبعا هذه فرصة وكل فرص نقوله معنا لهاية الانتخابات لابد أن تقوم دورك على أحسن وجه ونضغط في هذا الاتجاه فيما يخص ما يضخ من أوان البعض يتحدث على أن هناك ما الفاسد يضخ الآن أثناء العملية الانتخابية لصالح مترشحين بأعينهم هل هذا حقيقي وصحيح سيد عبوة أم مبالغ فيها طبعا هو في كل سنة هناك أموال فاسدة تضخ وأنا دائما أقول لتونسيين انتبهوا يعني أعرف جيدا عقلية صاحب المؤسسات في تونس يمكن أن يقتنع بحزب بأي حزب كان فيدفع مبالغ صغيرة عادة يدفع فيها في تجاه معين أو ما هو مقتنع بطرف معين أو بمشروع معين أو بصديق له معين ولكن عندما يدفعون مبالغ مالية كبرى فنحن نفهم أنهم يبحثون عن حماية إما من قضايا تورطوا فيها أو قد يتورطوا فيها في المستقبل أو يبحثون عن دعم معين في صفقة عمية وفي غير على كل حال هم يدفعون مبالغ كبرى للحصول على مصالح وهذا لا يليق بالديمقراطية التونسية ونحن ألينا على أفسنا مهما كان موضعنا الآن أترشح لمنصب رئيس جمهورية لكن شاء الله أكون في هذا المنصب وأتمكن من القضاء على هذه الظاهرة وإن لم أكن فطبعا نحن في المعارضة دائما نقوم بدورنا في فضحات السلوكات ونذكر أصحاب المؤسسات لا للتبرع بمبالغ كبرى تتجاوز لـ 12 ألف دينار لأن هذا هو السقف للمسموح به للتبرع لشخص واحد هل هناك جهات خارجية تضغق أموال في تونس لصالح مرشحين بأعينهم أم لا يعني معلوماتي التي أعتقد في صحتها سنة 2014 أن ذلك حصل 2019 نلاحظ ونسمع معلومات ولكن ليس لدينا قضاء يقوم بدوره ليس لدينا أمن قوم يقوم بدوره في فضح أولئي الأشخاص وإحالتهم مع القضاء ولكن نستمع من مصادر متعددة في تونس إلى أن كثير من الأحزاب السياسية والشخصيات المترشحة قد مدت يدها إلى الخارج وقبضت أموال كبرى تظهر هذه الأموال في نفقاتها وفي اجتماعاتها الذخمة وفي كثير من النفقات في 2014 من هذه الجهات الخارجية ودفعت لمن؟ يعني طبعا لم يعد من المطروح اليوم العودة إلى موضوع سنة 2014 أثرته في وقته وتحدثه عن بعض الدول الخارجية التي دفعت لهذا الطرف فوديك وتحدثت عن جهة معينة طبعا تقهم يعني اسم معناها تلقت مبارغ مالية كبرى هناك حتى من تلقى مبارغ مالية من أطراف متقاتلة معناها في دول الشقيقة يعني هناك بعض التجاوزات كان من المفروض أن من ارتكبها يكون مكانه السجن والعقاب لا تراجح للانتخاب الرئاسية ولكن لسوء الحب حالة التسيب سمحت بكثير من الأشياء في تونس يعني بمناسبة الحديث عن القضاء كيف ترى توقيف مرشح رئاسي سيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس كيف تقيم هذه الحادثة؟ يعني سيد نبيل يبدو أنه قد ارتكب كثير من الأخطاء ربما تكون بل حسب ما نعرف هي ذات طابعة جزائي ومن المفروض أن القضاء هو الذي يجب أن يقول كلمته الأخيرة فيه نحن ما لمن على رئاس الحكومة هو ما يلي يعني ترك الملف إلى مدة زمنية متقدمة حتى تأكدوا من أنه له حضوظ فساعتها تدخلوا لدى القضاء حتى يقع تطبيق القانون عليه القانون يطبق ليس لاعتبارات سياسية يطبق لأنه واجب تطبيق ولمصلحة تونس فأخطأ الطرفان أخطأ سيد نبيل بأخطائه التي سيقول القضاء كلمته فيها وأخطأ من دفع من السلطة التنفيذية في اتجاه أن يقع إيقافه لإبعاد منافس له طبعا هذا أيضا أمر مرفوض يعني أنت لا تبر نبيل القروي مما يوجه إليه من اتهامات كثير من السياسيين بالإضافة إلى سيد نبيل القروي تورطوا فيها شيئا تتعلقوا بتجاوزات مالية وكان من المفروض أن يطبق القضاء القانون عليه منذ مدة والسؤال الأكبر معناه هو لماذا لم يطبق القانون إلا الآن كان عليه أن يطبق منذ مدة محترمة ومن الذي أوعز للقضاء من وجهة نظرك بتوقيف نبيل القروي في هذا التوقيت تحديدا يعني طبعا حسب قراءتي رئيس الحكومة طبعا تقصد سيد يوسف الشهد ولكن أنا مسر أن هناك الدفع في هذا الاتجاه وانا لا يسعجني كما قلت أن يطبق القانون على شخص بل بالعكس أنا من الذين ينادون منذ مدة بأن يقع تطبيق القانون على كثير من السياسيين الفاسدين وكثير من السياسيين الذين تورطوا في قضايا فساد وفي شبهات طبعا ذا مؤل يعني لا يمكن أن هناك نفسه ولكن بيودي أن لا يطبق القانون بهذه الطريقة بيودي أن رئيس السلطة التنفيذية ينادي معناها الوكالية العامين أو النيابة العمومية فيقول لهم أن السلطة التنفيذية بشرطتها وبحرسها على ذمتهم عندما يأمرون سيطاعون وستنفذ قراراتهم إلى أخيره وستحال إليهم الملفات وسأعطى سيطبق القانون بشكل عادي وليس بمنطق هذا يجب أن يقعيقافه وهذا يجب أن نحميه أن تتوقف تونس عن السير في هذا التوجه حتى لتطبيق القانون تطبيق القانون له وسائله تطبيق القانون يحصل وفقا لقواعد معينة وفقا لأجراءات معينة وليس بقرارات سياسية لدي كان السيد أحمد نجيب الشاب رئيس الحركة الديمقراطية السياسي المعروف عندما سئل ما رأيك في ترشح السيد محمد عبو وهل هو قادر على بلوغ الدور الثاني قال محمد عبو فكره السياسي غير واضح اختاره وأصدقائه العزف على محاربة الفساد فاكتسب مصداقية لدى فئة كبيرة هذا من شأنه أن يحسن من وضعه الانتخابي في الرئاسية والتشريعية لكن ذلك لن يساهم في حصول تغيير نوعي ما رأيك في هذا الكلام سيد نجيب الشابي له رأي ورأي محترم الشيء الثابت أني الآن أقود حزب سياسي انطلق من الشيء منذ ست سنوات في الوقت الذي تنهره فيه الحزاب السياسية طيار ديمقراطي يتقدم ويتقدم كحزب شفاف داخلين كحزب يسير بشكل ديمقراطي كحزب ضم كثير من الكفاءات فيه شباب متقد حيوية يؤمنوا بمشروع لا يؤمنوا بأشخاص ولا بمصالح شخصية يعني أستطيع أن نقول أننا نشكل نوعا من الأستثناء داخل الساحة السياسية وهذا طبعا لو ينتبه إليه التونسيون وقد انتبه جزءا منهم فهذا سيعطينا طبعا ثقة كبرى من طرف ناخبين من ممكن من تسيير حزب بشكل مناسب يمكن أن يسير دولة مع الاختلاف طبعا في التسيير بين الحزب والدولة لكن هو في الجزئية الخاصة بأن أنك لن تستطيع بشكل أباخر الوصول إلى الدور الثاني أو لن تستطيع الوصول إلى قصر قرطاج وجهة نظر الشابي كيف تراه؟ هذا رأيه طبعا كثير من الأشخاص يستطيعون أن يقولون أني لدي حدود وأشخاص أخرين يقولون أنه ليس هناك حدود والذي كلنا رأيه والثابت أن انتخابات 2014 ليست انتخابات 2014 عفوا ليست انتخابات 2014 في 2014 كنا نعرف مسبقا من سيكون في الدور الأول وكنا نعرف ذلك قبل أشهر في هذه السنة ليس هناك وضوح يستطيع شخص من خلاله أن يقول أنا أعرف من سيفوز ومن لن يفوز أعرف أن منافسية فيهم بعض الأشخاص المحترمين وربما ليس لديهم حدود وفيهم أشخاص مكانهم الطبيعة طبيعة الأشياء ليس قصر قرطاج وقد ينتبه التونسيون إلى ذلك فيسقطون هؤلاء الأشخاص وقد تكون لدي حدود في هذه الحالة وطبعا تكون لدي حدود بقدر ما يرتفع مستوى الوعي لدى الناخب التونسي ويكون حسنا منيعا أمام كل عمليات التحيل والمغالطة التي تحصل بإمكانية مادية تأتي من الداخل والخارج بشكل غير قانوني يعني تغطي لنفسك كم في المئة في الوصول إلى الدور الثاني من الانتخابات الراسية سيد عبد لا ليس تضيئ أي أرقام يمكن أن أدلي بها فعلا ليس تضيئ أي أرقام وإنما أعمل بجدية وبثقة في التونسيين أو بالثقة في جزء من التونسيين معونا على وعي الأغلبية وأدفع في ذلك جاه وأقوم بدور في ذلك جاه مع كل مناصرية وطبعا ننتظر ساعة يوم الاقتراع سنفهم إلى أي درجة حصل هذا الوعي المشهود الذي أدعي أنه الحل الأمثل لتغيير الأوضاع في تونس وإلا لقد الله طبعا إذا وقع اختيار أشخاص من نفس النوع الذين حكموا سابقا فلن تتغير تونس تحتاج تونس صغير كثير من تونسيين يعتقدوا تحتاج تونس صغير كثير من تونسيين يعتقدوا أن يمكن أن يكون هذا الشخص الذي غير أوضاح أرجو أن يكون أغلبية فقط جميل سيد عبد اسمح لي أن نتوقف قليلا أمام رائعين من الشارع التونسية الذين تفاعلوا مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة وأوجه إليك سيد عبد بعض الأسئلة نستمع إليها ثم نعود إليك مرة أخرى للإجابة والتعقيب فإلى المواطنين التونسيين نحب أن نسأل سيد محمد عبد هو عبر قبل على مساند القانون المساويت في الأرض لا يزال متمسك في الموقف هذا ولا يحب أن يبدلوا فأنا أحب أن نسألوا على موقف من العائدين من بؤر التوتر هل هو مع عودتهم وإلى لي شعان ذك بشتقدم إضافة للبلاد هذه والشعب والشباب اللي جاي أما نحنا فات فينا الفوت أعطينا الجاي يزي مني ياسي محمد عبو أنت كرئيس مستقبل يلا ندرا أنت معاه تلمت وينساويت ووحدهم في أفكار في صنص كونه الصناعة ما هو بش نعملوا فيها التعليم ما هو بش نعملوا فيه ما هو الهدف متعك كيف تترشح ما هو الأهداف الرئيسية متعك يعني ما هو الرئيسة ما هو ما هو الأهداف الرئيسية معني ما هو يحب يعمل الإضافة التي يعملها للبلاد محمد عبو نحب أن نسأل ومعناها ما هو زاد أهدافك في الأمن في البلاد ما تعمل في الشباب اللي قاعدين بطالها ما تعمل في العباد اللي قاعدة تخدم وماش خالطة على حق الخبزة اللي تصور عشر تصف عشرين في النهار ما تعمل لهم أذوكم معناها أمنين مش تلبي لهم الحاجة يتمتع سيد عبودي كانت بعض الأسئلة التي أجهت إليك من الشارع التونسي دعنا نبدأ من للحقيقة هذا السؤال وصلنا كثيرا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي والنازلت عندما وقفك في ما يخص قضية الإرث وما أسير حول هذه القضية أريد أن أستمع إلى رأيك فيها المساواة في الإرث بين الرجل أنا طبعا أنا رأي دائما احترام الدستور التونسي الدستور التونسي نص على مبدأ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواشبات فالأصل أن يكون كل السياسيين وكل المرشحين لانتخابات الرئيسية موافقون على هذه القاعدة ما لم يكن منهم موافق فهو طبعا دليل قطع على أنه لا يصلح لكي يكون رئيس جمهورية رجل السياسي يجب أن يكون مترفعا جدا عندما يرى أن هناك بعض مغالطات داخل الأوساط الشعبية أو داخل المجتمع فإنه من المفروض أن يلفز انتباههم إلى أن الدولة الدينية لا يمكن يقامتها في تونس الأسلام قائم في تونس مساجدنا بالألاف كثير من التونسيين أو جزء كبير من التونسيين يمارسون شعارهم الدينية الإسلام محفوظ في تونس ليس هناك من يحاربه لم يعود هناك بن علي يعني يتدخل في الحرية الدينية أو يمس بها والحمد لله اليوم جاء وقت نعيش في التبقى لدسور يسمح من الحرية للجميع ويعطي حقوق للجميع فيما المفروض أن يحترمه الجميع وأولهم من يترشحون لمنصب رئيس جمهوري أنا لا أعتقد أن الموضوع موضوع خلافي كما يسعى البعض من قوله ومن أحيان الثاني نحن يعني فهم منا لكون الأمر يتعلق به عقيدة ومعتقدات ومحافظة أو متدينة أو متصورة لديها تصور معين للنص الديني لا يسمح بأي تأويل فيه طبيعة الشيء نحن من قدمنا جوابا على هذا الأشكال قدمنا يعني مقترح يقول أنه يمكن أن يكون هناك نظام موريد ثاني يعني المساواة ومن أراد غير ذلك فعليه أن يقوموا بتصريح في قائم حياتي فإذا ما توفي طبعا ساعتها تقسم تلكته وفقا لمجلة تحويل الشخصية الحالية هذا الحل هو اقترحه وطيار الديمقراطي وعملت بها اللجنة التي شكلها الرئيس السابق ورئيس السابق نفسه يعني السيد باجي قال سبسي رحمه الله عندما قدم المشروع قدمه وفقا لتصور الذي عبر عنه الطيار الديمقراطي فهذا طبعا لا يجعل هناك أي خلاف بين التونسيين بل بالعكس كل شخص يتبق ما هو مقتنع به فقد يغذبون معناها من هذا التوجه هم الذين يريدون أن يفرضوا آراءهم وطبعا لا يغذب طرف سياسي معين أو بالأحرى لا يغذب وإنما يستغله سياسي لهم حربت الطيار الديمقراطي فيترك كل الأطراف التي عبرت عن رأيها مع المساوات ويركز فقط من هذا الطرف الذي يستفيد من طرح مثل هذه القضايا تقصد من طبعا هو الحملة عندما حصلت هناك بعض المحافظين غير المتحزبين ولكن الحملة حركتها حركة نهضة لم تحركها ضد الرئيس الرحل ساعة وهو صاحب المقترح لم تحركها ضد حزاب أخرى كانت مع المساوات ولم تقدم أصلا هذا الاستثناء الذي نحن هدفنا فيه إلى تهديئة معناها المحافظين للأخير لم تحارب لم توجه إليهم أي تهمات ولكن ركزت في حمالات على الطيار الديمقراطي عبر الأموال التي تضخ في الشبكة الاجتماعية وأشكلت رائع عام معادل الطيار الديمقراطي بين الأحزاب الأخرى التي كانت مع المساوات وهذا يؤكد للتونسيين أن هناك عملية تحايل عليهم السيد المنصف المرزوقي بالتأكيد ليس له أي خلفية دينية أو إسلامية أو كان منتمي في يوم الأيام لأي حركة إسلامية عندما سئل عن مشروع القانون فيما يخص المساوات في الإرس قال سأرمي بهذا المشروع في سلة المهملات لأنه يقسم التونسيين ما رأيك؟ يعني هذا رأيه أحرر السيد مرزوقي كنا في نفس الحزب سنة 2011 عندما ساقط نظام بن علي وكان هو يقول أنه مع المساوات في كل اجتماعاتنا وكنت أنا أؤكد أني أيضا معه على المساوات ولكن أرى سنة 2011 أن الأولوي لبناء الدولة وحماية الثورة الأخيرة هو كان يسر حتى ساعتها في 2011 على المساوات في الأرض تغير توجهه الآن هذا أمر يعني يعني يمكن أن تسأله عن دوافع تغييره فيما يتعلق بي أنا ما زلت ملتزما بالقانون والدستور ولا ولست داخلا في لعبة شعبوية أو رغبة معناها ملحة في إقناع تونسين ولو بمغالطة لا أغالط أحدا ألا مصلحة تونس تقتضي بالنسبة لي أن أحترم دستور وضعناه معا والأغلبية وذكر كانت في المجلس ساعتها كانت نهضوية أي تقول أنها إسلامية وعلى كل حال أصبح دستور كل تونسين ولا بد من احترامي هذا ما يعنيني في حملتك الانتخابية أنزعج كثيرا من السياسيين الذين لا يريدون تطبيق الدستور هذا أعتقد أنه أمر قتير جدا حتى في حملتك الانتخابية لم ينصحك أحد يقول لك يجب أن تتحدث في هذا الأمر هذا الأمر من الممكن أن يفقدك بعض أصوات التونسيين الذين لهم رأي مخالف طبعا هناك من ينصحنا بأن نمدعيدين إلى بعض الفاسدين وهناك من ينصحنا بأن نقول أن هذا الأمر ليس مهم ونتراجع في موقفنا وهناك من ينصحنا بأن عندما يتحدث البعض على النهضة وبالخطأ لا نقول لهم أصلح وأخطائكم هناك من يدفعنا إلى كل المغالطات نحن نريد منطقا آخر ورأس مال لهم مصدقيتنا ندفع في هذا الاتجاه وسيقتنع تونسيون بنا يوما ما يعني طال الزمن وقصرة وعلى كل حال نحن نطرح أنفسنا لنلذ هذه الثيقة في هذه الانتخابات وأرجو أن يفند الأغلبية في تونس أقويل هؤلاء الذين يقولون أن المغالطة والمال السياسي الفازد هما الحل الوحيد للوصول إلى السلطة بمال سياسي بل بمال يتم جمعهم تبقى القانون وباحترام عقول تونسيين أرجو أن أصل إلى هذه الانتخابات أو أرجو أن أصل إلى هذا المنصب لأكون محترما لنفسي ولهذا المنصب ولكل تونسي طيب أرجو طبعا في الجزء القادم إجابات سريعة لكثرة الأسئلة مواطن كان بيسألك سيد عبو عن ماذا أن تفاعل تجاه البطالة تجاه معيشة الناس في تونس وكذلك تجاه الأمن تفضل يعني فيما يتعلق البطالة يجب أن يفهم الأخ الكريم أن رئيس الجمهورية ليست له صلاحية تأثير اليومي ولكن بعض الأدوار التي قوم بها رئيس الجمهورية في تحسين الأمن القومي في حماية الأمن القومي في تحسين سورة تونس في الخارج في العلاقات الجهيد التي يربطها مع قوة أجنبية خليجية أوروبية أفريقية في أسف في كل مكان هذا يمكن أن نعكسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويقلص من البطالة أما الدور اليومي في مقاومة البطالة فهو دار الحكومة وليس رئيس الجمهورية نعم يبدو أن في بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية يعني بيبالغ في مسألة الصلاحيات فعندما كنت أتحدث إلى بعض المرشحين وجدت أنهم يتحدثون سنفعل كذا فيما يخص البطالة سنفعل كذا فيما يخص الأمن والصناعة هل تعتقد أن هؤلاء يعني يبالغون في صلاحية رئاسة الجمهورية يحاولون أن يقدموا أمور ولن تحدث على أرض الواقع عندما يصلون إلى كرسي الحكم نعم نحن لدينا الطبقة السياسية تعتقد أن الحكم غنيمة وأن الأسلم هو الوصول إليه بعد ذلك الشعب التونسي ستكون له ذاكرى ضعيفة وينسى وهذا أمر خطير لا أصلا السياسي يحترم نفسه لا يعد الناس إلا بأشياء هو قادر عليها إجواء يقرأ الدسور فمن يقرأه يفهم أن الرئيس جمهورية ليس له التسير اليوم قلت له بعض أدوار إذا ما ساهم في تحسينها مع رئيس الحكومة فهذا سيؤدي في نهاية الأمر إلى تحسين العوضاء الاقتصادية إلى أكثر والأقل تمام ما رأيك إذا ذهبنا لأسئلة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي قدمت إليك سيد عبو عن طريق هاشتاج اسأل عبو والذي شهد تفاعلا من متابعي حساب الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر ونبدأ مع عدد من الأسئلة التي وردت للمرشح الرئاسي السيد محمد عبدو ابتداء أن يسأل ناجي هل لكم برنامج فيما يخص المديونية التي كبلت اقتصاد البلاد لعله يتحدث عن ماذا عن إعادة جدولتها أو إلغاء جزء منها هل لك تصور في هذا السياق سيد عبدو طبعا عندما تعلق بالأمر برد دور رئيس الجمهورية فمفاوضاته وتحسينه لعلاقاته مع مختلف الأطراف الشريكة لتونس أو الصديقة لتونس أو الشقيقة طبعا يمكنه أن يأخذ بعض المكاسب من هذا القبيل كالتخلي على بعض الديون خاصة من الدول الأوروبية لدينا مجتمع مدني في صفنا بعض القواليسرية في صفنا في هذا الاتجاه يمكن أن يحقق رئيس الجمهورية معناها نتائج في هذا الجانب ولكن بشكل عام مسألة التدائن مرتبطة بسيسات كاملة تعود أساسا معناها للحكومة رأيي كامين عام طبعا للحزب أو للطيار الديمقراطي الذي هو أيضا مرشح للتشريعية أن علينا القيام بإصلاحات قوامها دولة تشجع على استثمار دولة لديها مزدقية مزدقية في قضائها في مؤسساتها في اقتصادها تخلق اقتصاد تخلق ثروة ساعتها يمكن أن نتحدث عن التقليص من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وطبعا لدينا بعض الأشكاليات تتعلق باستخلاص ديوننا ديون البيوك العمومية ديون الدولة التونسية لدى المواطنين وكذلك طبعا تحسين أوضاع الإدارة الجبائية بالمناسبة البعض يرى أن التواصل مثلا مع بعض دول الخليج وإقامة علاقات جيدة معها لعله يساعد في هذه المسألة مسألة حتى المعونات من قبل هذه الدول هل أنت مع هذا الطريق سيد عبدو؟ يعني موضوع المعونات أنا حساس لأتي النقطة عندما دولة خليجية تقدم مبالغ مالية مثلا كشقيقة العربية السعودية مثلا قدمت مبالغ مالية لبناء مستشفى في القيروان أو الاهتمام بجامع عقب بن نافا هذا أمر جيد طبعا نكون فريحين بذلك ولكن ليس هذا ما نبحث عنه ما نبحث عنه هو أكبر من ذلك بكثير وهو أن يأتوا فيستثمروا أموالهم في تونس هذا طبعا مصلحتهم ومصلحتنا والمصالح المشاركة هي التي تحدد نوعية هذه العلاقات طبعا هناك التاريخ وهناك الارتباط معناها للأمة العربية هذا جيد لكنه تضح أنه لم يكن مؤثرا ثلاث سنوات الفارتة ما يعنينا حاليا هو أن يقتنعوا بأن تونس بسدد التغير وعندما تتغير بشكل جدي هي ستجلب استثمارات من الخليج ومن غيره ونتمنى من الأخوة الخليجيين أن يأتوا للإستثمار في تونس قبل أن نتحدث عن المساعدات وفي نفس الوقت لدينا بعض الاحترازات تتعلق بتدخل في الشأن التونسي هذا طبعا الخط أحمر نحن لا نتدخل في شأن دول الخليج ولا ندخل في أي تحالف مع أي طرف ضد الطرف الآخر نريد عرب متحدين ولا خلاف بينهم ولا سراعة بينهم هذا ما ستسعى إليه تونس عندما أكون رئيس جمهورية إن شاء الله طيب اسمح لي أنا في 26 نوفمبر 2018 كان لحزبكم بيان يستنكر فيه بل ويرفض زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس لنو متهم رئيسي في الإعداد لجريمة اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية بلادي هل لازلتم على نفس الموقف أنت الآن كمرشح رئاسي من ولي العهد السعودي في هذا السياق أم لا طبعا سيدي لا نعطي دروس للتونسيين والمشاهدين العربي في هذا الأجانب طبعا رئيس جمهورية ليس أمين عام لحزب سياسي أمين عام لحزب سياسي أسمح لنفسه بالتعبير على نارا معهولة طبعا في نهاية لامر تبقى معهولة ومبدعية وقابلة أيضا للتطبيق ولكن لا يكون الأمر بنفس الشكل عندما يكون الشخص في منصب رئيس البلاد فله طبعا بعض الاعتبارات تأخذ بعض الاعتبار لكن إذا أردت أن تسألني مباشرة هل أنكم تسمحون بانتهاكات حقوق الإنسان سأقول لكم جواب مستمد من الوثيقة التي صدقنا عليها داخل حزبنا الذي رشحني وهو أن لا تدخل في شون غير إلا عندما ترتكبوا جرائم أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أرى أن الدولة التونسية يجب أن تقول كلمتها إذن أفهم من كلامك لو كنت رئيس جمهورية ساعتها نعم أن سيد قائد سبسي رحمة الله عليه كان محق في استقبال سيد الأمير محمد بن سلمان في ذلك الوقت قبل عدة أشهر سيدي أعرف ساعتها أن جلد ملك المغرب ساعتها تأخذ قرارا ذكيا جدا أيضا يعني هناك قرارات القرار التونسي هناك القرار المغربي وأعرف أن القرار المغربي كان قرارا ذكيا يعني لو كنت عندما تصل إلى قصر قرطاج ستكون هناك مثلا زيارة لولي العهد السعودية هل ستستقبل كما فعل سيد قائد سبسي في الماضي أم لا لن أجيبك سيدي لكن عندما قلت لك ملك المغرب عندما كان الوضع يتعلق باغتيال الخشقجي وأنا متحمس شديد الحماس لحقوق الإنسان وأكره كل هذا الأجراء المداموية الأخيري فملك المغرب ساعتها جنب نفسه إحراجا معين وهذا طبعا القاعدة تنتبق على السعودية وتنتبق على أي دولة مهما كانت تحترم نفسها تحترم علاقات الجوار وعلاقات الصداقة بين كل الشعوب العربية وتدفع في اتجاه عدم إحداث مشاكل بين الشعوب العربية ولكن عندما يتعلق الأمر بانتهاءات الحقوق الإنسان فتونس أقول كلمتها بالشكل الذي يكون مناسب لذلك ذكرتك لا نتحدث عن المستقبل لأن مع الماضي كان قرار ملك المغرب يبدو وكثير من الناس من الممكن أن يثمن ما تتحدث به فكرة القيم فكرة حقوق الإنسان لكن البعض ممكن يقول في هذا السياق هذه الطريقة من الممكن أن تمنع عن تونس بعض المصالح الاقتصادية والأموال وما شابه إذا قدمنا القيم على المصالح كيف ترد على هؤلاء سيدي نحن لسنا جمعية حقوقية للتذكير فقط أنا قلت عندما تتجاوز وانتهاكت حقوق الإنسان درجة معينة وتصل إلى الدرجة من البشاعة تونس لا تبقى مكتوفة الأيدي يعني عن طريق علاقاتها الدبلوماسية وأردت أن أقول لك أني أعتقد أن تونس الثورة لديها اليوم نقطة قوة كبيرة جدا لم يقع استغلالها وقع استغلالها في سنتين الأولاتين للثورة ولكن بعد ذلك لم يقع استغلالها وهي صورة هذه الديمقراطية الجديدة الحديثة الفريدة من نوعها في المنطقة التي تحظى بدعم وبتعاطف كبير يعني في أوروبا وفي أمريكا وعول أيضا على هذه الصورة لتحسين علاقاتنا وليكون لنا مكانة أيضا طبعا في المجتمع الدولي ويكون لنا كلمة طبعا القوة الدبلوماسية تأتي أيضا من حسن العلاقات مع كل دول العالم وأعتقد أننا سننجح في ذلك يوم ما وتكون كلمتنا مسموعة وتبقى طبعا أولوية لمحافظة على حسن علاقات بين كل الدول العربية إذا كان الأمر يتعلق بالدول العربية ولكن هذا لا يمنع أن نبدي رأيا في بعض الوضعيات لا قد الله إذا ما حصلت انتهاكات أو جرمت البنسانية أو شيء من هذا القبيل وأتمنى لأماماتنا العربية طبعا ألا تسقط في ذلك بما أننا فتحنا شواء الملف الخارجي وأنا أعلم أن رئاسة رئيس الجمهورية هو لديه صلاحية أكبر في هذا السياق الملف الخارجي كيف ستتعامل مثلا مع الأزمة في ليبيا إذا وصلت إلى قصر قرطاج سيد عبد طبعا علاقاتنا مع الجزائر ومع ليبيا ذات أولوية هذا لا شك فيه وأنا أعتقد في المرحلة المقبلة من أهم القضايا هي القضية الليبية اليوم الشعب الليبي أعتقد أنه شعبنا شعبنا في ليبيا منكوب ويستحق من التونسيين ومن الدولة التونسية كل الدعم الدعم الذي يتحدث عنه هو تقريب وجهة النظر فتح المجل في تونس معناه لكل المفاوضات الضغط دبلوماسيين التعامل مع مختلف القوى الأقليمية الفاعلة وكل القوى معناها التي تؤثر في الملف الليبي حتى ترفع يدها عن الملف الليبي بما يخدم مصالحها بل بالأحرى في تجاه ما يخدم مصالح الشعب الليبي لمصالحها تونس يمكن أن يكون لها دور ويجب أن يكون لها دور وهي على كل حال لديها دور الآن أريد عندما أكون في السلطة أن يقع تفعيله بشكل مناسب للدفع للحل الذي أعتقد أن الحل الذي ينفع كل الليبيين ويخدم صلحهم وهو أن تكون لهم حكومة مؤقتة تضعوا دوسورة ربما هذا طبعا يعود للسلطة للليبيين يكون لها في نهاية الأمر جيش واحد والجميع يخضعون له وتنتهي فوضى سلاح ويستقر الوضع في ليبيا ستحقق ليبيا ثروات طائلة ستصبح في يوم ما دولة ديمقراطية متقدمة هذا طبعا يفرح الليبيين ويفرح الليبيون وعفوا ويفرحوا طبعا الشعب التونسي وأكثر من ذلك ستكون هناك مصالح اقتصادية كبرى لتونس في ليبيا حالما تنتهي أزمتها دورنا اليوم أن نحاول إنهاء الملف الليبي بمنع الاقتتال داخله من طرف قوى أجنبية لا تبحثوا أن عن مصالحها ما نريده هو مصلحة الشعب الليبي لأكثر والأقل وماذا عن سوريا وبشار الأسد هل ستتعامل مع بشار الأسد أم لا يعني حاليا ليست لدينا علاقات ديبلوماسية هناك مكتب خونسولي موجود منذ سنة 2014 مسألت دائما هناك نقاش في هذا الموضوع هل ستعود العلاقات مع سوريا التي قطعت في فيفر 2012 أنا طبعا رأي عبرت عليه بكل وضوح ما يهمنا في سوريا هو الشعب السوري وليس الرئيس السوري عندما يتجو السوريون دون تأثير من قوى أجنبية في اتجاه معين سوى بوفاق أو بانتصار طرف ضد الآخر يعني الشعب طبعا لا يمكن أن يكون هناك طرف آخر يجب أن نتمنى له أن ينتصر فتبعت الشيء علينا أن نتبع لا أن نصنع نحن للسوريين ما يجب أن يفعلوه أو نقول لهم ما يجب أن يفعلوه يعني يمكن أن تعود السفارة التونسية إلى سوريا يوم نتأكد أن هذا الأجراء يمكن أن ينهي الأزمة السورية أو يساهم عفوا في إنهاء الأزمة السورية أما هكذا يعني دون ثمن يستفيد منه الشعب السوري وهو شعب شقيق فتبعت الأشياء لا أعتقد أن تونس عليها أن تتخذ قرار مماثل يبقى الحال على ما هو عليه حتى نرى وندفع في اتجاه أن يقع حل هذا الملف بل هو ليس من الملف وإنما مأساة مأساة الشعب السوري الشقيق لكن الآن لا ترى أن فكرة فتح عودة السفارة التونسية في سوريا في دمشق سيكون له إنعكاز جيد على الشعب التونسي سيد الشعب التونسي ما يعنيه في سوريا من المفروض من أعرف بعض الأفكار السياسية لا أفهمه حقيقة الأمر لك الشعب التونسي أعتقد أن ما يعنيه هو أن تنتهي مأساة شقيقه الشعب السوري هذا ما يعني الشعب التونسي ولا أعتقد أن مشكلة الشعب التونسي هو من سيحكم سوريا زيد أم عمر بشار أو غير بشار ما يعنيه هو أن تنتهي هذه الماسات وأن يقع اختيار من طرف القوى الفاعلة في سوريا وعندما يقررون تونس ستكون إلى صفهم وحتى قبل ذلك تونس تدفع دبلوماسية كتجاه إنهاء هما يحصل في سوريا من تقتيل وخاصة الأطماع التي تعبر عنها كثير من الدول التي تتقاتل وتتصارع على حساب الشعب السوري وطبعا القطع مع ظاهرة الإرهاب معناها الموجودة في سوريا وإن كان قد اندحر في كثير من المواطن في سوريا ولكنه ما زال موجود تونس يجب أن تساهم بمعلوماتها بكل الإمكانيات المتاحة طبعا في اتجاه حل كل هذه الإشكاليات بما يخدم مصالح الشعب السوري وسيذكر لنا الشعب السوري في يوم ما طبعا أننا وقفنا معه الوقفة المحترمة أو المناسبة في حدود إمكانياتنا طيب دعني في هذه النقطة لضيق الوقت أكون أكثر دقة وأرجو إجابة محددة يعني الآن يبدو أن بشار الأسد يبدو على الأرض على الأقل منتصر وتبقت له يعني مساحات قليلة ليبسط سيطرته على سوريا بأكمله كما كان سابقا هل من الممكن أن تدعو بشار الأسد إلى قصر قرطاج أو أن تذهب لزيارته في دمشق أم لا لا تصوري سيدني في الخمسة السنوات التي ترشح فيها كرئيس جمهورية أن أفعل ذلك ولكن أقول لك أمرا كل ما فيه مصلحة على الشعب السوري سيكون عندما يكون رئيس جمهورية سيكون في هذه المصلحة تعنيني كثيرا البشري ككل ويعنيني بشكل خاص العالم العربي وأخواتنا في كل مكان في العالم العربي وأتمنى لهم كل خير إذا كان أي موقف من تونس يمكن أن يضع حدا ليت الجراح فتبعا سنكون في هذا الموقف أكيد طيب لكن لو كانت هذه المصلحة على غير يعني ضد موقفك وضد القيم التي تؤمن بها هل ستقوم أيضا بهذا الإجراء سيدنا لما قل أزور أو لا أزور قلت أي موقف نتخذه يجب أن يكون لمصلحة سوريا ما تتحدث عنه نظري جدا لو على سنة إلى أرض الواقع فالمطروح اليوم هي هل ستعود السفارة تونسية إلى سوريا أم لا أنا أقول لا وتعود فقط إذا ما ثبت لدي في وقت ما بالمعلومات الكافية بتوجوات واضحة من مختلف الأطراف أن عودة سفارتنا وربما سفارات دول العربية أخرى قد يساهم في حل الملف السوري ساعتا سنكون مع أما قبل ذلك فلا شأن لنا باتخاذ قرار مماتل نعم بالأمس كنت في حوار مع السيد حمد الإجبالي المرشح الرئاسي أيضا وعندما ذكرت عن يعني العلاقات مع مصر إذا وصل إلى قصر قرطاج قال أنه لن يستقبل السيسي إذا وصل إلى قصر قرطاج هل تتفق مع هذا الطرح وهذه الرؤية أم لا يعني طبعا الطيار الديمقراطي يعني بإمضاء أنا أصدر بيان حال ما حصلت يعني مأساة في مصر يعني تتعلق ومعناها بما سميناه وقتها بانقلاب قبل أن تحصل الانتخابات وتتطول الأمور إلى آخير وطبعا نحن في كل مناسبة يعني تحصل فيها عدمات أو غير طيار الديمقراطي هو من أول أحزاب الذي عبر الموقف مع أخوته في مصر هذا لا شك في ذلك ولكن الآن تتحدث عن منصب لم نصله بعد ولكن من مفروض أن من يصله يجب أن يكون واضحا ما يقوله الآن هو ما سيتطبقه غدا لا أعتقد أن السيد حمد جبيل أو غيره لو اقتضت المصحة يوم ما حتى مصلحة الشعب المصري أي كان الرئيس التونسي في تصوري ربما لا أعتقد أنه سيكون رافضا تماما لمثل هذه الزيارة ربما تكون هذه الزيارة في وقت من الأوقات مساعدة لخدمة مصالح الشعبين ولخدمة مصالح الشعب المصري وخاصة ربما لتنقيض الأجواء في مصر فساعتها لن يغلق باب هذه الزيارة أما الأصل مبدئيا فلن تكون هناك دعوات ولا أنت كما تعلم يعني من يصل رئيس الدولة في تونس فتكون طبعا زياراته معروفة الأولى زيارات الأولى تكون عادة للشقيق الجزائر ليبيا عندما تتحصل الأوضاع وحتى ربما معناها إذا ما كان الأمر يسمح بذلك وطبعا دول الاتحاد المغاربي وطبعا بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية لا أعتقد أن الزيارة الأولى أو الزيارات الأولى ستكون إلى مصر أو في هذا الاتجاه أو ذاك لكن على كل حال وذكرك معناها أن هناك جامعة عربية وقد تنعقد في دول معناها منذ مدة نعقدت في تونس وهناك من ظاهرها حتى من الأشخاص أو من الرؤساء الذين قد نختلف معهم هناك مصالح في السياسة معينة لا بد من قولها ولكن لا تنسى فيها لا بد من فرضها عفوا ولكن لا تنسى فيها إطلاقا قضية حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بانتهكات جاسمة لحقوق الإنسان الدولة التونسية تقول كلمتها نعم بشكل مسالم طبعا وبشكل دبلوماسي أخيرا دعني أختم بسؤال لمواطنة تونسية كانت قد وجهت إليك وعرضنا قالت لك ما الذي سيضيف محمد عبو إلى تونس وإلى قصر قرطاش إذا وصل إليه يعني إلى حد الآن بعد الثورة حكمها من فشلوا حكمها من فسدوا ما سأضيفه هو أني سيكون حاكما يكره الفشل ويمقط الفساد والفسدين السيد محمد عبو المرشح الرئاسي التونسي كنت معي عبر الأقمار الإصناعية مباشرة من تونس أشكرك شكرا جزيلا شكرا سيد شكرا لك شهدنا الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل الشأن المصري وفي نادي قضاة مصر يطالب ورثة مرسي بسداد غرامة قدرها مليون جنيه تعويضا للقاضي على النمر في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء ابقوا معنا